قال رئيس الوزراء دكتور هاني الملقي أن الحكومة ترى حاجة لتنفيذ إصلاحات شاملة في كافة الجوانب وليس ترحيلاً للمشاكل التي تواجهها وكشف الملقي خلال لقائه إعلاميين إلى وجود توجه لإعطاء دعم بدل زيادة ضريبة المبيعات على السلع والخدمات سعياً لمأساسة الدعم الحكومي كما كشف عن إدراج بند جديد دائم في الموازنة تحت مسمى شبكة الأمان الاجتماعي ومتغير القيمة لضمان ديمومة حماية الطبق الوسطى والفقيرة وقال رئيس الوزراء إن الحكومة لم تتخذ قراراً حتى الآن بشأن دعم الخبز وما زال الموضوع قيد الدراسة مشيراً أن الحكومة تقدم دعماً بقيمة 140 مليون دينار للخبز من أصل 850 مليون دينار إجمالي قيم الدعم المقدم للمواطنين في موازنة 2017 حيث تقدم الحكومة 140 مليون دينار للخبز و135 مليون للكهرباء و240 مليون للمياه و44 مليون للغاز المنزلي و100 مليون دينار للمعونة الوطنية و72 مليون دينار للجامعات و126 مليون للمعالجات الطبية وأكد الملقي أن الحكومة ستصلح قانون ضريبة الدخل والمبيعات بحيث سيشمل وضع حد أدنى لدخل المهن وعقوبات سجن إضافة إلى استعداد دائرة للتحقيقات المالية مع معالجة قضية الإعفاءة